تتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر أكتوبر بداية من غد وعشر سفير محمد جاد مندوب مصر دائم لدى الاتحاد الأفريقي إلى أن الرئاسة المصرية المرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة تحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقية حيث تأتي رئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه تحديات الأمنية